يا صباح الورد والياسمين على احلى متابعين لو انت بتشوفوا الفيديو ده الصبح ويا مساء الورد والياسمين على احلى متابعين لو انت بتشوفوا الفيديو ده بالليه قبل اي حاجة عايزاكو تحطولي اشيائي اللايك والاشتراك والتعليق قبل اي حاجة كده يلا بسرعة لو انت اول مرة تشوف كده فيديو القناة من وعطة على ملوكة اشتركي في القناة بسرعة بسرعة واكتبيي لكم منت كده وقولي لي انا جديدة معك في القناة ولو انت عندي من زمان اكتبيي لنا عندك من زمان وبرحب كل ما ننضم القناتي كانت منوعات على ملوك انا مش اكبر الا بيكوا انتو يا احلى اخوات لي في الدنيا الروتين بتاعنا النهاردة جامد اوعى تفاوتي منه لحظة خلكم معايا ونشوف بقى هنعمل ايه كده القوضة اللي انا كنت نايمة فيها طبعا دي اول حاجة لازم اعملها اول كده مصحى من النوم انضف المكان اللي انا كنت نايمة فيه وعندي كمان بعد ما انضف بقى القوضة دي عندي كده مشوار بره انا كنت صحية ساعة سبعة فقلت كده اقوم انضف بقى القوضة دي واخلصها وعندي مشوار كده بره حوالي يعني ايه على الساعة عشرة فقلت اكون ان شاء الله خلصت علاقتي بقى على دورة غسيل فطرت روقت القوضة وشفت كده شويت حاجات من الورايا واروح بقى بنتي في تلتة سنوية هروح اودلها الاستمرات بتاعتها اقدم لها الاستمرات اودل ورق بتاعها المدرسة وانا جاي بقى هروح السوق واجيب طلبات والكلام ده يعني ده كل تمام فقلت بقى ابدأ معاكو الروتين بتاعي كده الروتين صباحي كده في قلب القوضة مين فيكم لسه محطش اللايك شايفاك اللي لسه محطتش اللايك اللايك ده مش بفلوس يا جماعة والله اللايك ده يعني حاجة كده ايه دعم منكم لي تقدير كده للطاقة الايجابية اللي انت بتاخدها من الفيديو انك تقوم تشوف مصالحك وتشوف اللي وراكي اذا كنا في عيز البرد بتقومي برضو تاخد الطاقة الايجابية كده من الفيديو وتقومي تتنشطي في عيز البرد ولو في عيز الحر بتقومي من الانتخة اللي انت فيها برضو بتقومي برضو تشوف اللي وراك فتلك الحالات انت مستفيدة كده من الفيديو طيب انا بفيدك بفيديو كده كل طاقة ايجابية كل نشاط وبقوم اتنشط كده معاك انت كمان في ديني بقى بدعمك لي البحث عن اسم القناة كل يوم دايما كده تحطيلي اشيائي او هتنسوا اللايك والتعليم المحافز والاشتراك لو انت اقول مرة تشوفيني تمام ده دايما بنوح عليه لان انتو بتصيرحوا معايا كده في الفيديو وبتنسوا خالص تحطولي اشيائي فعشان كده كل شوية لازم اذكركم انكم تحطولي ايه اشيائي تمام زي ما انت شايفين كده نفطت بقى اللهم صلى الله عليه وسلم بركلينا فيه الشباك وكمان مسحت الكوميديونو وزبطت كده الهدوم اللي عازت تتغسل دخلتها وقلت امسح كده السرير كده من فوق وطبعا هغير الفرش بتاع السرير ليه طبعا لان انا مش طبعا انا كل يوم بغير الفرش بتاع السرير لكن بقى له كم يوم فلازم بقى ان هو يتغير لما بشيل الفرش كده بجيب كده ازازة ببقى حطها فيها معطر ببدأ ان انا ارش كده على المرتبة عشان تخلي ريحتها حلو نظرا ما بقى ان احنا مش بنطلع المراية في فصل الشتة طبعا لان المراية بتبقى عايزة صيف وعايزة شمس هبدأ بقى ان انا احط ملاية كده نظيفة وكمان احط دفاية وهفرش السرير وطول ما انت بتشتغل وطول ما انت بتشوف اللي وراكي تصلي وتسلمي وتبركي على سيدنا رسولنا الكريم سيدنا محمد أشرف الخلق اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله وكده بقى فرشت السرير حط بقى المخدة غاية برضو كيس المخدة وكيس الخددية برضو كنت بقى عايزة أقول لكم كده على حاجة أنا سمعتها دي قصة حقيقية بجد يعني أنا أول مرة أشوف ستة مخلصة للدرجة دي لجزها أو لطلقها أو مش عارفة يعني قصة بجد يعني أثرت فيها بجد بانوتا كانت بعثة تقول للمزيعة دعاء فاروق بتحكي لها عن قصة والدها والدتها بتقول لها احكيها في البرنامج بتاعك كيس الناس تستفيد منها وتاخد منها عبره قالت لها أنت بانوتا لسه صغيرة فيه عند القصة أنت لسه صغيرة على المشاكل وعلى القصة وعلى الكلام قالت لها لأ قصة فعلا أنا مريد بيها مع والدي والدتي القصة وهي كالآتي بجد أنا سمعتها يعني الستي دي إخلاص الدنيا كله فيها وقد يكون أنا أختصرها لكو برضو أختصرها يعني هي طويلة بس أنا أحاول إن أنا أختصر فيما معناه إن باباها ومامتها دايما ما كانش فيه ما بينهم راحة نفسية بما إن إن والدها دايما خافي في الدم بيضحك مع دي ومع دي ومع دي النساء كانوا دايما بيستلطفوا بدمه كان اتجوز على والدتها وخلف منها اتنين والدها دا كان مرتحمة داي بعد ما اتجوز باعد طبعا عنهم وبقى معاه اتنين في الفترة دي كان بيشرب ومنتبه كده لحاجات وحشة وبيصرف عليها فلوسه كلها تمام؟ بعد كده ساب مراته دي ويخلفت الولدين وبدأ إن هما يجبروا وكمان ابنها الست دي بقى مش الزوجة الجديدة لا الزوجة الأديمة لها ابن بقى عنده 19 سنة تعبها ومزهقها وقارفها قالت له انت هتروح تعيش مع باباك مش هتقعد معي هنا وقد يكون بالفعل يثبته لجزها أو لطالقها ويقول له خد ربيه أنا مش قادرة عليه ودي بقى الكارسة ودي المصيبة الولد كان يعتبر يعني لو كان عايش مع مامته كان مامته برضو تأثر عليه آه هتتعب معايا بس كانت هتطلعه ناجح لكن هي أدته للفشل بعنيه وبقى أصلا فاشل بالطبع إن قال ابني كمان كبر إيه يعني ما يعود يشرب معايا إيه يعني لما يعود معايا في الأهاوي والحاجات اللي هي كلها الغلط وبال كمان جوزه ستة كبيرة في السن علشان ياخد فلوسها والولد لسه عنده تسعتاشر سنة وبقى كمان مع طفلين شفتوا بقى الهنة أبوه خلص فلوسه على الشرب والحاجات الوحشة وكمان خلى ابنه يتجاوز ستة كبيرة عشان ياخد فلوسها بعد معلمه الحاجات السيادة كلها إنه كمان إنه يتجاوز ستة كبيرة وخلف كمان منها ولدين يعني شفتوا المشكلة بقى من هنا ولدين والتاني ولدين وتجد بصوا يا كاد القدر كمان إن الإبن مراته كمان عايزة تنفصل عنه مش رادية بقى حواله عمال ياخد منها وخلاص على الشرب والحاجات الوحشة ويدي البابا وكلام من الكلام ده ولباقت الزوجة التانية رادية ولا كمان زوجة الإبن رادية بالحال ده طب إيه عملوا إيه وتصرفوا إزاي الأخت اللي هي أخته واللي هي بنت بنتها بنت باباها بتحكي المشكلة دي بتحكي أسواء أخوها وأسواء باباها يعني السوء اللي بيحصل منهم طبعاً يا كده القدر إن ربنا بيعجبه في حياته فجالوا بعد الشر يا رب عن كل الناس جالوا كنسل كده في الحنجرة فيشالوا منه الحنجرة والودد والكلام ده كله من اللي رحت وقفت جنبه الزوجة الأديمة الزوجة الجديدة ثابته وانفصلت عنه وخلاص يعني ما عادش فيه منه رجع فثابته تقريباً كانت منجوزة عشان كان معه فلوس وكان صغير والكلام ده بعد بقى حوالي عشر سنين خمستاشر سنة بدأ إن هو يكبر في السن بدأ فلوسه كلها خلصت خلاص هي استغنت عنه معدد شعيزات المهم مين بقى اللي وقفت جنبه زوجته الأديمة وقفت جنبه هي وبنته وقفوا جنبه وعاشوا معاه وكمان حاولوا إنهما يصلحوا من أخوهم وبقوا يشتغلوا لو قلوكوا إن زوجته الأديمة دي في الفترة دي كلها كانت بتصرف منين كانت بتشتغل على عربية بتوصل أولاد جرانها اللي حواليها للمدرسة وبتاخد المقابل وحاولت إن هي يعني تصرف أمرها إن هي تتكبر بنتها وتصرف عليها وتتكبر ابنها بس للأسف يعني حاولت إن هي تصلح من ابنها وقد يكون لما شاف إن والده حياته تدهورت وإن ربنا بدأ إن هو يعني الله أعلم بقى بيبدل بقى سيئاته بحسنات إن هو يبتليه بالحاجات دي كلها فاتغير حالهو كمان وكلهم بدأوا منهم يعني يعيشوا مع بعض تاني زي زمان وكل ده بسبب الزوجة الأديمة أخلصت لزوجها ووقفت جنبه وربنا المستعين المهم ناخد من ده إيه ناخد من ده إن الزوج دايما يكون مخلص نمراته إن الزوجة كمان تكون مخلصة لجزها إن الحياة مفيش أحسن من الإخلاص والودة ما بانه أنا حبيت إن أنا أحكي لكم القصة دي عشان كلنا نتعز من قصة زي دي بجد يعني يا القصة دي قديمة بس أنا أول مرة أسمحها النهاردة فحبيت إن أنا أشارككم قصة زي دي معلينا خلصت القوضة ونظفت القوضة وقلت بقى كده علق على دورة غسيل نرجع بقى للفيديو بتاعنا وقلت بقى على مال مروح المشوار بتاعي وكمان أجيب طلباتي من السوق تكون الدورة جيت بقى لقى خلصت وطبعا إيه أجي بقى أشوف كده اللي وراي لسه في باقي الشقة طبعا الشغل ما بخلصي يا جماعة هدخل بقى ألبس وتوكل كده على الله وروحي السوق وأروح المشوار اللي كنت إليك عليه طبعا نروح المشوار الأول وأنا رجع أروح كده السوق واجيب طلبات كده أنا كنت محتاجة وبالفعل جيت حطيت الحاجات اللي أنا جبتها ودخلت إن أنا أخسي الإيديا واجيب طبق كده بلاستيك علشان أفضي كده إيه الحاجات اللي أنا كنت جايبة يا طرى جبت إيه جبت بسل تمام قلت كده أجيب بسلة وأجيب شغل طلبات كده أنا محتاجة هنا في البيت بطاطس وقلقاس ورؤاء وجبت كرمباية وقرنبيطة وجبت خضار وقابلني واحد كده بيبيع صابون كده رحته حلوة وأسعاره حلوة خدت منه كده برضو 26 تعالوا بقلق على الأسعار أنا جبت البسلة كمان بتقول الكيلو بعشرة خدتها كيلو وربع بعشرة وكمان جبت القلقاس على الكيلو وربع وجبت البطاطس الكيلو ونص سبع عشر بحب كده ما يكون بجيب القلقاس ما حبش أجيبه كبير دول كان أصغر اتنين معاه تمام بحب شاركني القلقاس في الفريزر بجد ده بقى صابون جبت الستة بعشرين وجبت كمان كيلو رؤاء بنتي عايزة تاكل أم علي أنا بعملها كده بالرؤاء بتبقى حلوة جدا لأن العلبة من اشتراها جاهزة بتكون غالية بعملها بالرؤاء وبتطلع حلوة وجبت كمان أرنبيطة قلت بقى أعملها النهاردة كده للغداء أرنبيطة كده صغيرة وجبت كمان خضار خضار لاستلطة بحتاجه الأرنبيط أنا مش هعمل المحشي دلوقتي بس هسلقه كورومبايا كده وعنها في الفريزر وجبت كمان كورومبايا بقى هسلقه وعنها في الفريزر طبعا هقوم بقى أغير هدومي وأصلي كده الظهر وبعد كده قعد بقى إيه أشوف لسه وراي شغلي كده إيه في البيت وخلاص كفاية عليكو كده ده روتين صباحي تنشيتي قوم يلا تحفزي وتمشتي وقوم شوف اللي وراكي أيا كان بقى شفت الفيديو بالليل شفت الصبح هو الشغل ما بيخلاص عندنا كده كده شغل 24 ساعة في الشاعة لو عجبكم الفيديو ما تنسوا ليش كده بتعليق محفز يا حافزني إن أنا أستمر معكم في القناة وبحبكم في اللاي أحلى علالية على اليوتيوب وأتمنى منكم التفاعل دايما على قناتي وأسيبكم كده في رعاية اللاي وألتقي بكم إن شاء الله في في فيديو جديد من فيديوهات قناتي قناة من نوعات عالم لوك بحبكم في الله وإلى اللقاء في نهاية الفيديو وقال لكم باي باي مع السلامة أشوف وشكو على خير مع السلامة